فاكرين حضراتكم لما اتكلمنا على فاينال كأس مصر ما بين الاهل والزمالك وروحنا لسكة بعيدة شوية من بدري مين حكم مباراة القيم وساعتها شرحت إيه اللي بيقدار داخل اجتماعات لجنة الحكام تحديدا من رئيس اللجنة البرتغالي فيترو بيريرا هل محمد عادل هل أمين عمر ولا محمد معروف من وقتها أنا قلت الإجراءات كلها والاتصالات كلها رايحة في سكة إدارة محمد معروف لنهاء كأس مصر بين الاهل والزمالك خد المفاجأة الجديدة اللي برضو لسه محدش تكلم عليها المباراة دي بالتأكيد هتتلعب بتقنية الفيديو الفار ولكن المباراة في السعودية كل الإجراءات المتعلقة بالتقنية فيها إضافات كتيرة ما اتطبقتش قبل كده في أي مباراة للقرى المصرية مباراة الاهل والزمالك في الرياض تحديدا هتتلعب بتقنية النصف آلي اللي اتلعبت فيه كأس العالم وفي كل مباراة الدوريات الأسيوية لأنه كمان أفريقيا ما بتطبقاش هذه التقنية فبالتالي هل تطبق تقنية النصف آلي من خلال 16 كاميرا للفار فقط ده بخلاف ال44 كاميرا اللي هتني المباراة ممكن تخلي اللجنة بدل ما تحط اتنين على الفار ممكن يكونوا 3 أو 4 واللي هيتحط في الفار هل اشتغل على تقنية النصف آلي ولا لا تقنية النصف آلي ما اشتغلش عليها من الحكام الدوليين في مصر إلا 3 محمودة بورجال محمودة عشور عمر الشنو أعتقد بالتقنيات وبالتفاصيل دي ممكن خلال أيام أو ساعات نوصل أن تقنية الفار فيها 2 من الثلاثة دول ولكن هل اللجنة هتضيف أسماء تانية ولا لا لكن معروف بنسبة كبيرة كل المؤشرات تقول أنه هيرجع من قطر ويكون هو موجود في نهاية كأس بصر ترجمة نانسي قنقر